اشتركوا في القناة والرؤية الامنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها حسب ما اعلن اتحاد كرة القدم ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية وعلن المجلس رفضه خوضائية مباراة في بطولة الدوري قبل ان يلعب الاهل مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وان يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافو الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والافريقية جاء ذلك بعدما قام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة امس وحرصا على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضي من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الاندية المتنافسة وإليكم نص البيان النادي الاهلي وهو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للامن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والاندية المصرية في المسابقات المحلية والقرية وكذا مساهمة الامن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الاحداث الرياضية الكبرى آخرها بطولة الامم الافريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الالاف من الجماهير دون ان تحدث مشكلة واحدة ايضا كانت كفاءة الامن المصري دامغة في اقامة مباريات الاندية المصرية المشاركة في البطولات الافريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرى بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررا لها السبت المقبل لدواع امنية خاصة انه لم يكن هناك مانع في اقامتها بملعب برج العرب ومن دون جماهير هو الملعب الذي كان شاهدا ولا يزال على كفاءة الامن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي اقيمت عليه بحضور جماهيري كبير ولقد انتظر النادي الاهلي بعض الوقت عقب تلقيه امس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويطالع كل فرد بدوره واذاء ما سبق فان النادي الاهلي يحترم تماما الرؤية الامنية بخصوص مباراة القمة لكنه يرفض ان يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم اهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الاندية المتنافسة مثل ما جرى في الموسم الماضي لذا فان النادي الاهلي لن يخوض اية مباراة في بطولة الدور العام قبل ان يلعب مباراته مع زمالك التي تم تأجيلها وان يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركتهما المحلية والافريقية النادي الاهلي